بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق طلق الإنسان من علق اقرأ ورهبك لك رمك اقرأ ورهبك لك رمك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي الشيخ القارئ العبقري محمود علي البناء ولد بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عام 1926 وأتم حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في الحادية عشرة من عمره تعلم في كتاب القرية ثم انتقل إلى مدينة طنطا لتلقي العلوم الشرعية في الجامع الأحمدي وهناك أتقن القراءات السبع على يد الإمام الشهير وقتها إبراهيم بن سلام المالكي يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله إن ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة في ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين انطلق محمود علي البناء إلى العاصمة القاهرة حيث بدأ في تعلم المقامات الصوتية على يد الشيخ درويش الحريري ونظرا لأدائه العبقري اختير قارئا لجمعية الشبان المسلمين عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين وكان يفتتح كل الاحتفالات التي تقيمها الجمعية وهو ما مهد الطريق لالتحاقه بالإذاعة المصرية في ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الأن وسبوة إذا رجعتم وعلى مدار أربعين عاما أثر الشيخ محمود علي البناء الإذاعة المصرية بمكتبة هائلة من التسجيلات بالإضافة إلى المصحف المرتل الذي سجله كاملا عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين فما متاع الحياة الجنية في الآخرة إلا تنفروا يوذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما نعيركم تميز البناء بالإضافة إلى عذوبة الصوت وقوته باختيار النغمة المناسبة لكل مقام والتعبير صوتيا عن معنى كل آية قرآنية كان يجيد اختيار البدايات في المقامات الصوتية يبدأ من القرار ثم يصعد ويتجول بصوته بين المقامات المتفرعة عن المقام الأصلي قبل أن يرجع إليه في القفلة وهو ما كان يدخل المستمعين إلى تلاوته في جو من الخشوع المهيب توفي القارئ العبقري محمود علي البناء عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين وترك ثروة هائلة من التسجيلات النادرة ولم يكن رقما عابرا في قائمة القراء الطويلة التي تتميز بها مصر بل كان علما هاما ومدرسة نهل منها القراء من بعده ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما ووتنا ولا رسلك ولا تخذنا يوم القيامة فيمانا شكرا